خلع كلها للتسويق المئات من الموظفين في دوائر محافظة النجاف المختلفة خرجوا بتظاهرة حاشدة عسط ساحة الصدرين وأمام مبنى ديوان المحافظة مطالبين بتحسين رواتبهم التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشية الحاصل حاليا نحن أساساً تكرمون الزبالة هي وباءنا ما أحد ما أعتبرنا مهمشين ما أحد دايرنا بال نحن نطالب بأخواننا الثنين عشرة ونطالب بالأجراء يصعدون عقود ليش لولا مهمشين شريحة وزارة البلديات والاسكان نحن من الشريحة المظلومين نحن التعب علينا والشغل علينا نحن لا عطل لا جمع لا عياد كله مدومين وأحنا محرومين من المخصصات ومن الرواتب ومن هذا الصفر يعني رواتبنا صفر أقل راتبها الساعة نحن مئة وسبعين مئة وثمانين زيان ميتين يعني ما يكفن ذلك يعني مصرف جيب ما يكفن سلموا رواتب جديد مطلبون أكد عليه المتظاهرون هنا كونهم يعيشون برواتب هي الأدنى مقارنة بباقي وزارات الدولة السيادية داعينا رئيس الوزراء إلى إنصافهم والنظري لهذه الشرائح المظلومة نحن عقود بلدية النجاح في الأشرف نطالب سلم الرواتب نطالب تثبيت بعد 12 نطالب تعاقد الإجراء اليوميين ولا حد هذا اليوم لحاية واحد يستمع من عندنا لا مجلس النواب لا محافظ لا مدير بلدية مستمرين بالتصعيد وإن شاء الله ما نتركهم إلى حد يطولنا سلم الرواتب ويسوونا حل المشكلة طبعا هناك الكثير من الخطوات التصعيدية ومن هذه الخطوات هو الإضراب عن الدوام إذا لم يكن هناك قرارات واضحة وجريئة بإثبات هذا السلم للموظفين وتدعو أوساط النجافية إلى معالجة رواتب الموظفين في الدولة خاصة من من يتقاضون راتب 170 ألف دينار وهو مبلغ يقولون أنه لا يكفي حتى لسد أبسط احتياجة الموظفين في دوائر الدولة من النجاف محمد الغالبي واني نيوز